دول كبرى عسكرياً عندها القوة الخشنة وتقدر تكون عندها القوة الناعمة أيضاً قطر ما عندهاش قوة خشنة بلاد صغير عدد سبتان أقل من مئتين ألف قطريي الأجانب بالأجانب هما ثلاث ملايين مما يعني أن القطريي شكله حوالي سبعة بالمئة من سكان البلاد مثل الإمارات البقية كلهم أجانب لكن قطر ومثل الإمارات أيضاً عندها قوة نائمة ضاربة الإمارات تستخدمها في الشر خاصةً ضد المسلمين يعني أعدى أعداء المسلمين اليوم لو كانوا يقولوا ما هو أعدى أعداء نظام ضد المسلمين هو مش الكيان الإسرائيلي بالمناسبة هو نظام الإماراتي هو أعدى نظام قائم ضد المسلمين وأساساً هدفه هو تدمير المسلمين نظام الإماراتي لكن النظام الإماراتي عنده قوة نائمة استطاع أن يفكر مثلا الإماراتيين والسعوديين عندهم استثمارات هائلة في الفوتبول الإنجليزي قاطرين راحوا استثمروا في الفوتبول الفرنسي خاصة في الباريس سان جرمان بالمناسبة مثلا مبابي هذا ونيمار بريزيل اللي هو أشهر لاعب عندهم وميسي اللي هو تعالى رجنتين فيه ثلاثة يلعبوا في الباريس سان جرمان وشراوهم بأموال رهيبة يعني متذكرت على نيمار لما شراوه شراوه بمئتين وعشرين مليون يورو حوالي خمسة آلاف تقريب خمسة آلاف مليار سنتيم جزائري شراوه لاعب واحد طبعا شفنا بكاءه لما هزيمت البرازيل كان يبكي بكاء مرن مثله مثل رونالدو أيضا اللي بكاء بكاء مرن فعنا نشوف هذه اللقاطات دائما نشوفهم في ما يعرف بالهايلايتس أي المختصر أو نقرأ عليهم لأن هذه أخبار تجي في أخبار السياسة العالمية فهي في أخبار السياسة العالمية تجي هذه الأحداث مما يجيب صور رونالدو اللي يخرج في كارثة ونيمار كيفاش كان يبكي بكاء مر اليوم مبابي قبل أيام ثاني هذا كشكون اللي يخسر كيف بكاء بكاء مر من هذا الكبار اللي يسموهم الكبار إلى آخره فالقطريين والسعوديين والإماراتيين مثلا استثمروا في هذا الفوتبول هي أموال بالنسبة لنا إحنا هي أموال ضائعة في الحقيقة لكن بالنسبة للحكام حكام قطر حكام الإمارات حكام السعودية يحقوا بأهداف في الغالب مش لأوطانهم في الغالب لأنظمة الحكم القائمة في الغالب يعني لكن هذا أكيد أنهم رحوا بعيد في هذا المجال قطر حققت مجموعة من الأهداف بهذا الكأس العالم بعض الأشياء ترتد علينا إيجابيا كمسلمين كعالم ثالث كمزيغ كعرب ترتد علينا إيجابيا وشنو الكيفاش ترتد علينا إيجابيا هو أن النظرة تغيرت مثلا قريت أنا مقالات كثيرة في الإعلام الغربي كيف أنهم فوجئوا بالفريق المغربي في قضيتين في قضية الأمهات وفي قضية السجود اليوم في مقال في الغاردين نظرنا على السجود مش عارف اللي أرى عندي هنا لكن كان فيه مقال على السجود وعلى الأمهات في الغاردين هذه وهي واحدة من أهم الجرائد البريطانية وقالوا أن الفريق المغربي غير نظرتنا إلى المسلمين لأن النظرة إلى المسلمين أن الرجل يحقر لمرأة وما يحترمش ويضرب مرتو ويضرب اختو إلى آخر هذه النظرة المسلمين أو هذه النظرة اللي موجودة في الغرب عموما فهذه تغيرت مؤقتا ربما أثرت ربما في اللي شفوه لكن فيه حديث عليها فيه نقاش مطولة لها اليوم قالوا أن عائلة ميسي كانت موجودة هناك وكانها تأثر بما فعل المغاربة هذه نظرة إيجابية هذه حواج إيجابية نستفيد منها عموما لأن نظرتنا مشيطنة رانا ديابوليزي رانا ديابوليزي يعني نظرة المسلمين في الغرب مشيطنة تماما أحيانا هناك أشياء باش نكونوا منصفين هناك أشياء موضوعية المسلمين ارتكبوا أخطاء على مستوى الفرضي أو على مستوى الجماعي مثلا التفجيرات اللي كانت تحدث وتنسب لداعش وداعش على أساسا الدولة الإسلامية إلى آخره هذه كارثة تفجيرات الإسرات في أمريكا قبل عشرين سنة كانت كارثة على المسلمين صورتهم أصبحت سوداء جدا أصبح كل مسلم أو ممكن إرهابي أو مشروع إرهابي واليمين المتطرف استفاد بشكل كبير جدا هذا الموضوع وعلى المستوى الفرضي كان كثير من المسلمين يتصرفون بسلوكيات سيئة جدا في البلدان الغربية ويعطون صورة سيئة جدا عن المسلم مثلا اليوم في فرنسا هناك عشرات الألف فلك مبالغ عشرات الألف لكن هناك ما يزيد عن 15 ألف يعني عدة ألاف في السجون الفرنسي هم مسلمين جزائريين توانسا مغاربة سينيغال ماليين مصريين سوريين إلى آخره فالصورة وأحيانا أنه خوطنا هؤلاء المسلمين يتصرفون بشكل بائس جدا وكونهم يذهبون للسجون فهذاك طبيعة الأشياء لأنهم يقترقون القانون فيهم من يسرق فيهم من يبيع المخدرات فيهم من فطبيعي جدا فالصورة يبدو أنه على الأقل مع النجاح هذا نجاح كأس العالم للحكومة القطرية أولا للنظام القطرية أولا لكن كما قلت جينا يعني جينا رشات إيجابية منها وأيضا تغيرت لأنهم كانوا يقولوا بأن بلد مسلم وعربي لن يستطيع أن ينظم كأس العالم فإذا بها حسب كل المعطيات أنها أفضل تنظيم لحد الآن مع ذلك نروح ونرجع ونقولوا أن هذه لعبة وإذا كانت الناس هذا الاهتمام لمدة شهر والناس كان لي ربما يعني كان لي ربما ماتوا أو كان لي رأى عنده الآن مرض القلب وكان لي تطلط والتنسيون والسكر وهو يتبع فلازم الناس تعود ترجع إلى طبيعة الأشياء لعبة وانتهت ما هو أهم منها؟ ما هو أهم منها؟ هو الحرية هو الكرامة هو العزة هو الفخر هو بناء الأبطان هو بناء مجتمعات قوية هو بناء نهضة علمية واقتصادية وسياسية وثقافية وعلمية هو تحرير الأبطان من الاستبداد تحرير الشعوب من التفهات ومن الخضوع هو إعادة وعودة إلى الفعل التاريخي لأننا نخارج التاريخ لا نرش فيها من التاريخ لنقريب في مزبلة التاريخ جزء منها وهو جزء الأكبر والأساسي هو أنظمة حكم إجرامية بدرجات مختلفة ولكن هناك جزء أيضا للأفراد هناك جزء للأفراد هناك مسؤوليات فرضية أيضا لن نبقى ونقوله فقط نظام الحكم هنا أو أنظمة الحكم القائمة أو نعم هذه الأنظمة في الغالب على استثناءات قليلة لكنها في الغالب أنظمة فاسدة ومفسدة ومجرمة وناهبة وخائنة بالنسبة لبعض ولكن هذا لا ينفي المسؤوليات الفرضية تعنا ككل فرض في تصرفاتنا في سلوكنا في أفعالنا السيئة وفيما كاين بزاف ناس تختراسي تختراس مش حتى تختراسك خاصة مع العولمة هذه والعالم كله قرية واحد ما تختش رأسك ما كاش حاجة اسمها تختراسي كلش متشابك الشعب متشابك في بعضاه الاقتصاد مع السياسة مع العلاقات الدولية مع العلاقات الداخلية كله متشابك ما كاش حاجة مفصولة عن بعضها البعض خاصة في هذا الزمن زمن تكنولوجيا زمن أنك بكبسة واحدة بيدك منش عارف تكون ركتشوفي أنا الآن وربما انت ركت موجود في طمنراست أو في أستراليا أو في نيزيلندا أو في جنوب إفريقيا أو في شيكاغو فتغير العالم وتغير الأحداث وصبحنا لذلك يجب أن توضع هذه الأشياء في إطارها وأن نمضي الآن خاصة بعد نهاية هذا الكأس العالم ما تبقاش الناس حصلة فيها ووقفة فيها تروح بعيد تقدم أكثر وإذا كانت في بعض الإيجابيات كأس العالم واللي نسعد بها بكل تأكيد فإننا أيضا فيه سلبيات وليس سنتخل فيها كثير الآن لكن ربما كاش نهار نتكلم عليها بشكل موسع إذا شئنا هذا الكأس العالم في الميزان بسلبيات بسلبياتها وإيجابياتها لكن من أهم السلبيات انتاحة هي هذه الأموال الضخمة جدا وهو أيضا أن تتناسى الناس المشاكل الحقيقية والقضايا الجوهرية لتعاني منها سمحوني إذا طولت أكيد أن فوز الأرجنتين يسعدنا ويسعد الأغلبية العظمى في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي إفريقيا وربما في العالم أجمع قالونا نروح وضرك لمواضعنا الأخرى ونبدوها ب